موسيقى 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 انا عاوز اقول انه الفن دلوتي يتجه على الحاجات الجدالية يعني عمر عمل حاجات الصحابة اللي اوام الشعب كله اوام الجمهور الثقافي اللي عمالي يعني ما بياخدش حاجة حاجة دينية اوكي بتعمل 100 مرة في اليوم عمالي 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 حاجة محظورة فانا معرفش يعني لو التينيسة حتتبرى منه بس هم عمالي بتجهوا يقوموا الشعب المسلم على حاجات بتحطوهم وهي حاجات يعني خطوط حمرة بالنسبة اليوم فلازم حاجات دي كده ما تنزلش بطرعة عشان ردة الفعل حتبقى أسفل موسيقى الوافز تماما على الجميع الصحابة والرسل انما اي شخصيات تانية دينية كمثلا اللي هي الأئمة وحياات دي موت ممكن لإنها بصورة انما لو طب واجه اعترادي ان احنا لو جاسدنا شخصيات دي في انها تاخد من اللي هو مثالية وراؤنا خليفية الشخصية عندنا هنا بننظر لشخصية عمر مثلا ومستعد عمل مؤفرا كنا بننظر له عمر ذنوه الفاروق ليه صورة في ذهننا لما عمل حسناشني ان ده عمر اوام متلاني انه هو صورة تؤلف يعني هما بيقولوا ان ده بيحق انتشار وبيعرف الناس بالإسلام احنا بيقول لا المسلمين نفسهم اصلا بيفقدوا اللي هو رونك او جمال صورة عمر في ذهنه فانا بعترض على تمثيل خصوصا ان الناس ان الناس شاهدوا عمر او المثلة عاتكة تظهر بعد كده تظهر بعد كده في افلام تظهروا بعد كده في افلام فدي ممكن تشوفيها في فيلم او مستعد تاني تقول ديلك معامل دي عاتكة رغم انها مش هي خالصة فلا اه ها مش وقت خالص ومع موقف الازهر ومع كلهم اللي مش موقفين عاتكة من نفس الموضوع ده فيديم انبياء والرسل عاديين نفس بين مصطلح الانبياء ومصطلح الانبياء في ابن موسى وعيسى ومحمد محرم تحليم تام تبسلهم سواء كان بالخير او بالشرق هم ما اشرف الله وهم ما ينفعش حد جزء لكن لو دينا قسم الصحابة او قسم اشراف فانا ليه يا رأي هو الموضوع ده فيه جدد دين كبير وانا مش شخصية دينية عشان اقول رأي بس انا شايف اني لو العمل ده تم تكسيده من خلال ممثلين هدفهم انهم ثم يوضحوا للناس ايه حياته الرسل ايه حياته الصحابة ايه الذي قدم ايه عنه في حياته ايه الناس ذي ايه اللي هذا عشفد توصل لنا رسالة تماما لكن ما ينفعش رسالة ازاى المسلسل بتاع سيدنا عمر ابن العاصر جتدق منه شريف وهو هو نفس الشخص اللي بيجتد دول الحرامي ودول النصطاط والدول الناسر لو في تنف صغير اتفرق هكي قول ايه ده اذا الحق سيدنا عمر ابن العاصر يقوم بكو فأنا رأي أن تمثيل سيدنا موسى وعيسى ومحمد وجميع الرسل محرم ضحين لكن بالنسبة للإستحابة يكون موجود بس مشروط شرط واحد أن الممثل اللي حيمثل ما يكونش بيمثل عمل دير عملية